لو ظهر لك العاطل ده عشاش تب رينتر وانت بتعرفها بالروتر واي فاي او لو انت بتوصلها بالروتر واي فاي اللي هو عاطل الاي تلاتة ستة فتعال اقول لك حل العاطل ده ازاي فعشان نقدر نكانسل عاطل ده هنتك على زرورة تصوير البلاك كده اهو زي ما نشايف كده العاطل فانا دلوقتي اعملت اعاد دبط مصنع لنفس الروتر اللي في مشكلة وتعال نجربه كده لنشوف بعد اعاد دبط مصنع اللي هو عيختفي ولا هيبقى زي ما هو هنسبت صبعنا زي ما تعلمنا كده لحد ما الصفر دي تختفي تمام كده هنيجي للموبايل هنا ونفتح قيمة الشبكات ونختار اللي هي الكنون اي جي ديت وبعد كده نرجع على برنامج كانون او نفتحها عادي جدا بعد كده هنختار الشبكة لانا غيرتها اللي هي بتاعت نفس الروتر ونبدأ نكتب البصورد بعد ما كتبت البصورد هنختار اوكي ونشوف العاطل هيتحل معنا ولا لأ المفروض هنا دلوقتي ان علامة الواي فاي دي تثبت تمام ويزور جنبها تردد زي تردد الشبكات كده وقتها اتوصلت فحنشوف دلوقتي العاطل هايزور معنا ولا هتنجح معنا للأسف زي ما انتم شايفين ايه تلاتة ستة نفس المشكلة ما تحلتش كده ما فيش حل لغير انك تغير الروتر الواي فاي يعني ما تستخدم البرنتر من خلال خاصية الاتصال المباشر فانا دلوقتي جبت معي راوتر تاني وحنجرب من خلاله نشوف حال المشكلة دي هتتغير مع تغير الروتر ولا المشكلة دي في البرنتر بس بنسبة تسعة وتسان في المية لما تغير الروتر المشكلة دي هتتحل معنا تعالنا نجرب نفس الخطوات بالزبط هنسبت سبعا على زرار اللي هو ده اللي هو بتاع اللي جنب الاي تمام ونبدأ نتابع نفس الخطوات مرة اخرى او عن اختار كنون اي جي ننتظر لحد مقول لك تم الاتصال من دون انترنت تمام ونرجع على برنامج كانون اللي احنا نزلناه اي ونبدأ نختار الروتر الجديد بتاعنا اللي احنا جبناه جديد ونبدأ نكتب كلمة المرور الخاص ودلوقتي بعد ما كتمنا كلمة المرور هنختار او كي او زي ما انت شايفين لحد الوقتي هي بتعمل علامة تدوير او اه بص حتى المرور التي اتغيرت وزي ما انت شايفين سابت رقم سفر سانت كده اقرب لكم سابت عليها رقم سفر وفي زي تردد ظهر آآ في الشبكة يعني كده البرنتر دي اتواصلت بالراوتر لاي فاي الجديد اللي انا جبته يعني كده الراوتر الاديم اللي عندك للأسف مش هينجح معاك في انك توصل البرنتر بالراوتر لاي فاي كده عرفنا ازاي نحل المشكلة دي مش قادي بتظهر مرة كل مية راوتر مسلا وزي ما انتم شايفين كده اول ما اتواصلت كتب لك تي اس تدافع ستميء سيريز وتحتها كلمة اونلاين طول ما هي معمولة اونلاين كده وجنبها اشارة الخضرة معانا انك تقدر تطبع وتستخدم الخاصيات من الموضوع كنا نعجيكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص التبعات كان معاكم احمد السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته